اشتركوا في القناة البرنامج النهاردة والموقع هو برنامج بريزي هناك شرحات كثيرة على الانترنت والحقيقة كلها ممتازة واكثر ممتازة السلسلة دي انا اواخدها خطوة خطوة بحيس ان بنتعلم مهارة في كل فيديو اه وارجو ان يكون فيها فايدة ان شاء الله ومتعة بازن الله ونبدأ مع بعض الفيديوهات اه واتمنى لكم التوفيق والسعادة بازن الله شكرا جزيلا نبدأ مع بعض الفيديوهات بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم دلوقتي حليبتدي نتعرف على الاصرار والتعامل مع الكنفل اللي احنا موجودين قدامها دلوقتي اه اولا لازم نعرف ان البرزي لا يتعامل مع اللغة العربية يعني لما حب اكتب مش هيكتب لغة عربية طيب واحد يقول لي اما لحنا هنستفاد ايه بقى من الموضوع ده لما هو مكتبش لغة عربية اما لحنا هنستفاد ايه اه حقيقة هنستفاد ان احنا ممكن نحط اللغة العربية بس بطريقة غير مباشرة زي ما هنشوف دلوقتي يعني احنا النصوص دي مش هنستفاد منها اه في الكتابة اللي زهرنا هنعمل عرض باللغة انجليزية يعني لو انا جيت خلي بلكم النصة اه قبل ما نعرف هنستفاد مع الوحدات دي ازاي اللي هي العناصر دي اللي هي سندق الكتابة دي او بتاعت الكتابة دي او الاوراء دي او العناصر دي الى اخر اي عنصو ده ده بنسميه عنصر قبل ما نشوف هنستفاد مع العناصر دي ازاي احنا شوفنا ازاي بنصغر اهو او بنكبر وبنصبت الشاشة منين او الحجم بتاع الكنفة اللي موجود قدامي طيب فننفذ اللي انا جيت كبرت اهو عن المكان ده وعايز اروح انتقل في مكان تاني اروح اصغر من هنا وبعدين ارجع اروح مكان التاني الحقيقة لا اقدر اقف اي مكان هنا واضغط بالزر الايسر اهو بصو ايه اللي حصل هروح مرة تاني اهو وافضل ضاغط اهو بقى فيه ابضة ايد موجودة وشد الكنفة اهو في المكان اللي انا عايزه اهو بالشكل ده واتفقنا ان الارقام اللي موجودة معنا دي اي رقم من دول اهو بيقابلوا رقم الشريحة يعني سبعة دي او المنزر هنقول هنا بالشريحة المنزر او اللقطة اللقطة كأنها لقطة كاميرا اللي هي رقم سبعة طيب اللي هي اللي هي الورقة دي وده البرواز بتاعها اهو طيب عايز ارجع للمنزر البتاعي العادي خالص اهو يبقى بيرجع للكل الشريحة بالشكل ده طيب الارقام اللي موجودة معنا دي قلنا مهمة وخلي بلكم انا نقول لما بعدي كده بيحصل اهو في برواز طيب نبتدي نشوف مع بعض حنقرب مع بعض نعمل زوم على المكان اللي انا عايزه اهو الكلام ده مجرد ان ايجي الاقي البرواز ده ظهر بضغط ضغطة واحدة زي ما احنا شايفين اهو جوه الخط التاني احرك اه الاقي البرواز ظهر اهو في اي مكان بالشكل ده ضغطة واحدة الاقي البرواز الازرق ده ظهر اللي موجود في الاركان بتاعته مربعات بيضة صغيرة واول موقف عند اي مربع الاقي دايرة موجودة هنا وظيفتهم ايه بساطة شديدة خالص انما بقف هنا واضغط بالزر الايصر للموس وابتدي اشد وابعد اهو اصغر وامط الكلام او افريدو اعملو بالشكل ده كده طب عايز اصغره شوية اهو يبقى الصندوق بيصغر ومعاه حجم الكلام بتاعي كلام كله او المحتوى اللي جوه بيصغر لو خدت الدايرة دي الاقي لا السهم بقى ملفوف اه ده عشان يلفلي الصندوق بالشكل ده كده اقدر اتحرك بيه الحكاية دي بقى نعرفها لانها ده متكرارها في اي شيء يبقى اي مربع بالمنزر ده كده مستطيل متأسف فيه بالشكل ده كده اي صندوق يبقى الاركام بتاعته عبارة عن مربعات بيضة وفيه هنا دوائر اما اصغر او اكبر او ان الف في الصندوق الزاوية بتاعته التلات زرائر دول يشبهوا التلات زرائر اللي يعلمين هنا بس بدل رمز البيت اللي هنا رمز الايد وحنعرف ليه هنا واضح انه تكبير هنا تصغير الزائد والناقص الايد دي لما وقف عليها وافضل ضغط اقدر حرك الصندوق ده في المكان اللي انا عايزه بالشكل ده اهو طيب والازرائي اللي موجودة فوق زي ما هو واضح هنا يعني احزف الصندوق الكلام ده مش عايزه خلاص او في عندي حاجة اسمها اللي هي المفضلة انا عندي فيه صندوق انا مش شايفه دلوقتي لاني لسه مفاضي بقوم جاي اي حاجة انا زبطة فنفض ان حضرتك دخلتي نص هنا مسلا عنوان او اسم حضرتك او اسم الكلية او اسم المدرسة او اسم دايما في اي حاجة فبروح احطه في في يبقى اي مشروع باشتغله الاقي حاجة عجباني وزبطها وعارف ان ممكن استخدمها بصورة متكررة احطها في المفضلة صندوق المفضلة بالشكل ده خلاص ليه بحيس ان ما اجي بعد كده اعمل زي ما هنشوف اهو هنا هلاقي في كلمة ايه المفضلة المفضلة خلاص طيب وهنا يعني ايه يعني تحرير هذا النص تحرير النص ده انا بي اما ده اغطف على الكلام بالشكل ده كده اهو واقدر اضيف اي حروف انا عايزها اهو ارجع فيها تاني اقدر احزف اهو زي الورد عادي خلص واقدر اكبر الكلام من هنا او اصغر كياني بتعامل مع الورد بالزبط الالوان اقدر اغير اللون بتاع النص زي ما احنا شايفين للون اللي انا عايزه اهو بالشكل ده اقدر اختار نوع الفنط اهو من هنا بهذا الشكل اهو باقتر في فنطات حتتعامل معها وفي فنطات مش هتغير الكلام بتاعنا لكن ماشي الحال اهو ده تغير هنا وهكذا اقدر اعمله يعني سميك اقدر اعمله ميل اقدر اعمل الخلفية بتاعتي لها لون اهو بالشكل ده اقدر احط نقط يعني ايه اعمل نقط زي احط ده نقطة الى اخر اقدر ازبط الكلام في النص اقدر ازبطه على اليمين اقدر ازبطه على اليسار الى اخر هذه الامور هنا رجعت في كلامي مرة تانية طيب هنا الكلام ده بالشكل ده طب هنا في ايه مساحة فاضية انا مش عايزها مجرد ان بروح اشد بالشكل ده كده خلاص ده اخره هو كده وصل للا كده ليه طيب انا عايز اكبر الصندوق عشان هبتدي احوال اكتب حاجة تانية وابتدي اكتب اللي انا عايزه اهو خلاص عصف زهني يعني طبعا هنا دي بس اتلغبطت لما احنا مسحنا خلاص انا الكلام ده مش عايزه احدده بالشكل ده وبمقرد ان اضغط في الكيبورد اتمسح اهو بالشكل ده يعني كاني بقى اتعمل مع المحرر بتاع الورد او شبيه به ارجع صغر الصندوق ده عشان ما يبقاش كبير بالشكل ده اهو بالمنزر ده وادوس في اي مكان اضغط اضغط في اي مكان برة هنا خلاص اجي افع عند الصندوق مرة تانية يرجع لي بالشكل ده اقدر احطه هنا اقدر اصغر او اكبر اهو زي ما انا عايز واقدر الى اخر يبقى كده عرفنا زي بنتعامل مع الصندوق ده وده مهم جدا لان احنا عملنا دلوقتي ده هو ده الاساس بتاع بريزي يعني اي حاجة هنلاقي فيها بتنحامل معها بنفس الشكل طبعا مع اقتلاف انه مش هيبقى في الكتابة بقى يعني هنشوف دلوقتي مثال اقر طيب انا هنا السندوق ده انا مش عايزه كله بقف عنده واقول له اتمسح خالص السندوق ده برضو انا مش عايزه اهو بالشكل ده او عايز اصغره خالص اهو هخليه كده خلاص اوكي عايز اه اوسعه شوية بالشكل ده بحيس يبقى مش على سطرين ولا حاجة اهو هجيبه هنا بالمنظر ده وابتدي اروح عند الخط الايمن ده وابتدي اهو بقى على اه سطرين اتنين بس لو هكبر اهو بالشكل ده اصغر بالشكل ده وهكذا يبقى كده عرفنا ازاي بنتعامل مع المربع الحواري وطبعا هنا لو النص بالمنظر ده عايز اعمل لون ليه الالوان فين احنا اتفقنا اهي اهي بالشكل ده اهو يبقى انا كده بغير الالوان بتاعتي خلاص طيب يبقى كده اتعاملنا مع الكتابة وعرفنا بنغير الكنفة ازاي يبقى ده اول حاجة التعامل مع النصوص الكتابة حنتوقف عند هذا القدر وحنستكمل في فيديو اخر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته